وحقيقة اليوم أبدأ من دولة الكويت الشقيقة فمني صوتكم وابنكم المواطن أنور الحمداني ومن برنامج ستوديو التاسعة البرنامج الجماهيري الأول في العراق نقدم تعازينا الحارة بضحايا حادثة حريق عمارة المنقف في دولة الكويت الشقيقة وطبعا هذا الحادث المؤلم راح ضحيته أكثر كما تقول أخبار من 40 إلى 49 من الضحايا من المقيمين في دولة الكويت الشقيقة سواء من جنسيات أفريقية أو آسيوية ولهذا فنحن حقيقة نتضامن مع عوائل الضحايا بعد هذا الحديث في عمارة المنقف وإنا لله وإنا إليه راجعون طبعا أشقائنا في دولة الكويت وحتى المقيمين في دولة الكويت أشادوا اليوم بسرعة وفاعلية الإجراءات التي قام بها معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح الذي كان أول الواصلين لمكان الحادث حادث حريق عمارة المنقف مع فريق متكامل من المتخصصين في وزارة الداخلية لمتابعة ظروف وملابسات هذا الحريق وكذلك اتخاذ الإجراءات العاجلة بحق المقصرين شوف احنا نريد نقولها احنا هذا الحادث ممكن يكون بالعراق ممكن يكون بأي دولة لأن احنا ما شاء الله هم عندنا عمالة بظروف غير صحيحة لا من وجودهم ولا من إقاماتهم ولا من الشركات اللي جابتهم ولا حتى من ظروف معيشتهم في بغداد وكل محافظات العراق فالحادث المؤلم الذي كان اليوم وهذه الأعداد الكبيرة من الضحايا تحتاج بالفعل إجراءات حازمة لهذا شفنا أشقاءنا في دولة الكويت الشقيقة أشادوا بهذه المواقف الحازمة والحازمة في ذات الوقت للشيخ فهد يوسف سعود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة بسرعة ماكو تأجيل قللهم المخالف باش رشيل العمارة ما أنطي انذار وقللهم متحفظ عليهم على صاحب هذه العمارة وعلى حتى البواب معرفة ما يسمونه كلهم متحفظ عليهم ولن يتم إخراجهم إلا بأمري شخصيا شف مرات القوة القوة العادلة تحتاج المجتمعات ليكون العمل صحيح فتحية والله عمل هكذا إجراءات وهكذا فعالية من الشيخ فهد بسرعة في اتخاذ هذه المواقف الحازمة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح شوف يش قال كل تجار العقار المفروض باشر الصبح رح يشوفون البلدية وفرق الإزالة موجودة ما راح أعطي انذار ولا راح أعطي شيء من باشر الإزالات راح تشتغل في كل مخالفة بدون انذار هذا الكلام خلاص قانون قانون فوق الجميع ما يميز بين واحد وواحد لأن هذه أرواح ناس طبعا احنا طلعنا أيضا من ردود الفعل معالي المستشار في الدوال الأميريكويت معالي شيخ فيصل الحمود المايكو الصباح عز عوائل ضحايا حريق المنقف وأثنى على دور رجال وزارة الداخلية الكويتية وكتب يقول أحر التعازي وحسن العزاء لأهالي المتوفين جراء حادث حريق المنقف نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة ولذويهم جميل الصبر والسلوان ولجميع المصابين الشفاء العاجل ونوجه الشكر لرجال الداخلية والإطفاء لما يقدموه من جهود وتضحيات لحماية الأرواح حفظ الله الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح المستشار في الديوان الأمير الكويتي موسيقى